اليوم كان اجتماع لجنة القيم ومعالجة الضوارة السلبية عن موضوع الأندية الصحية وما يحدث فيها من مخالفات وما ترد من شكاوى من المواطنين حول بعض المخالفات الشرعية والأخلاقية في هذه الأندية التي تتنشر اليوم في الكويت استضافنا التجارة والبلدية ودولنا معها هذه الملاحظات التي يجب أن تنضبط فيها هذه الأندية واللوائح الموجودة ودور دائما لجنة القيم هو تفعيل القوانين وتفعيل اللوائح الموجودة في الوزارات لذلك من اللوائح الموجودة أيضا في الوزارة وزارة البلدية بالذات فيما يخص المحلات بشكل عام وما يخص أيضا هذه المحلات الرخصة منها الأمور المحظورة التي يجب أن يتنبه لها وأن هذا ليس فقط يعني هو دور اللجنة فقط بل هي اللوائح الموجودة أصلا تمنع تشغيل المحل كما هو في قرار وزير البلدية تمنع تشغيل المحل على نحو يتعالض مع أحكام الشريعة الإسلامية وفقا للفتاوى الصادرة من الجهات الرسمية المختصة أو عرض وتداول أيضا مواد محظورة شرعا هذا نص قرار وزير البلدية فيما يخص بعض هذه المحلات أيضا ينص تنص لوائح البلدية حضر تشغيل الرجال في صالونات تجميل السيدات أو النساء في صالونات الحلاقة أو المعاهد الصحية أو البدنية الخاصة بالرجال يعني هذه بعض البنود المحظورة فعلا يعني في قرارات للبلدية وكذلك في قرارات للتجارة أيضا تحضر يعني مثل هذه المواد بعض الناس يعلق يقول أنتم في لجنة القيم تتخذون يعني بعض الأمور اللي ما هي موجودة في القوانين بالعكس نحن دور اللجنة هو تفعيل القوانين الموجودة وسؤال الجهات عن تطبيق هذه القوانين ومدى يعني تفعيل هذه اللوائح الموجودة لذلك دور اللجنة لا يتعلق فقط في أيضا الممارسات الغير أخلاقية بل استضافنا في السابق هيئة مكافحة الفساد عن موضوع الرشوة وموضوع الواسطة أيضا استضافنا وزارة التربية عن الغش وفي هناك يعني كثير من السلبيات اللي قاعدت تناقشها اللجنة وتحاول أن تحد من هذه الظواهر بتفعيل القوانين الموجودة أو حتى القوانين اللي هناك في ثغرات أنا قدمت تقدمت بقانون يعني بالأمس ونشر اللي هو عن الغش التجاري وعن الفراغ القانوني الموجود والثغرات القانونية الموجودة اللي لم تطبق ولم يعني تفعل كقانون مشترك أيضا لدول مجلس التعاون الخليجي وهذا متفق عليه ويفترض أنه إن شاء الله يعرض في المجلس ويقرق يعني هذه بعض الملاحظات اليوم اللي ذكرناها في الإجنة القيم ونحن دائما نشيد في إخواننا في موظفين ومراقبين الوزارات المعنية في تفعيلهم الأجهزة اللي تقوم في دورها للحد من هذه الظواهر بتفعيل القوانين واللواح الموجود وأيضا نشيد بالمواطنين اللي يبلغون هذه الجهات عن هذه الممارسات الخاطئة واللي بعضها يعني تتبع أيضا لمؤسسات دخيلة تريد أن تغير وجه المجتمع وتريد أن تشغل الشباب في أمور خارجها عن دينهم عن عدادهم وعن تقاريدهم لذلك هذه اللجنة القيم إنما أسست في المجالس السابقة للحفاظ على قيم المجتمع وعاداته حتى لا يذوب يعني في هذا العالم الذي يختلط اليوم ويعج بهذه الظواهر السلبية الدخيلة وهذه الأفكار المنحرفة وغيرها من الأمور التي أصبحت تغزو اليوم تغزو مجتمعاتنا نسأل الله عز وجل التوفيق والسداد وأن يحفظ مجتمعنا جميع المجتمعات الإسلامية بهويتهم الإسلامية وحفاظهم على دينهم وأخلاقهم